اشتركوا في القناة اليوم مش هيب اننا ناخد القرار فاننا نشفيح الفرصة للشغل لنعو الناس خلين الى تسدفوا وجهنا الابواب لاننا نكونوا اجراء ولكن كنت تطرح اسئلة كثيرة حول خطورة هاد التصرف ربما واشغن نجح واشما غن نجح لمشاكل اللي غادي تخرج واشغن قد نخلص الناس فوقيتهم واشغن قدر ندير ذلك شيء خاص يدار اليوم غندرتشو طبعا الحلف هذا الموضوع هذا بحضور ضيوف اللي كانوا الجلوم تحية وكان رحب بيهم وحضر معانكم للا رجاء عزمي سيدة اعمال مغربية اللي غا تقسم معنا تجربة ديالها مرحبا بيك للا رجاء مرحبا بيك للا سكينا مرحبا بيكم كمين شكرا الاستدافة ديال شكرا الاستدافة ديال اليوم عندكم بارك الله فيك مرحبا بيك وايضا حضر معانا سيبون سيب بن جلون ربما اللي عدد من الناس كيتابوا عبر تيك توك بالمساجات بوزيتيف اللي كيتقسمها مع المقاولين كمرافق مقاولتي ومقاول ايضا مرحبا بيك سيمون سيف مرحبا للا سكينا وهذا الشرف ليا كبير نحضر معكم في البرنامج ديالكم بارك الله فيك مرحبا سيمون سيف ربما مليك انتكلمو على تشجيح روح المقاولة اليوم صبحت المقاولة يعني سهلة ما بقتش معقدة كما كانت من قبل ربما كانت تكون تعقيدات وتفاصيل وغير ذلك اليوم صبحوا أنمات متعددة لي من خلالها يمكن لنا نقصوا هذه المقاولة خسغي تكون عزيمة وتكون الفكرة ويكون واحد الطموح فإننا نطورها ونشتغل عليها بالضبط بالضبط للا سكينا هو اليوم المقاولة معمرها كان صعيبة أبدا حاولت إنشاء المقاولة معمرها كان صعيبة اللي صعيب هو هذيك الفكرة اللي غدي نطورها أولا ذك الشاب المغربي أولا الشاب المغربي كيفاش غدي تطور الفكرة ديالها وهذا العزيمة والطموح وغدي توصل هذيك لطب فنال هي بس الشركة ديالها كيف قلت لك الشركة سهلة الشركة اليوم ينسعي غير أولا يكون إنسان مقاول ذاتي إنشاء ديالها ما كنت تتفوت شتا 15 اليوم مجيني أو مجيني؟ إذا المسألة فقط كتبقى بالعزيمة للإنسان هو كيفاش كي كتبقى بالعزيمة للإنسان بالضبط أنا من هذه النقطة أشيء للراجاء للراجاء أنت كان عندك روح تحدي عالي جدا يعني كانت واحد في الحالة اللي كانت من حياتك اللي خاصة تسيبني بالوليداتي لغير ذلك وكنت أيضا نستند الزوج جالك في مين بيزنس ومن بعد قلت للا ما يمكنش خاصني حتى أنا نخلق واحد الفضاء خاص بي واحد ونحقق حتى أنا الدات ديالي ربما هنا هنطرح السؤال ديما كيكون التخوف من الريسك وأنا غندير المقاولة ومعرفش الشي واش غيصدق ولا ما غيصدق شنو خاص ندير قد أكثر من تجربة ديالس بنسبالي أنا فاش بقيت ندخل هذا المجال كما قلت لك أنا دخلت له يعني ماشي دخلت له يعني بلا مدرت التخطيط ولا بلا مدرست السوق يعني دخلت هذا المجال بعد دراسة عميقة وبعد خبرة يعني خديت خبرة واشتنس شو شركة يعني شفتهم كيف خدهم يعني خديت الخبرة من ناس وبالتالي كان عندي دائما يعني عندي واحد حالا قلت شي صوت داخلي عندي يقول إن شاء الله ستنجحي يعني ستنجحي غريب هذه الخطوة كما قال الأستاذ معنا بالفكرة أنا دائما كنقولها خصب تغير الفكرة مشي شركة صعيبة مشي مثلا خزيك عندك غير طموح وانت بغي تأسلس يعني انت بغي فعلا يعني في واحد ملحنة يعني قادمة وضعية مستقرة خصوص إذا كنت نجحت يعني يعني إذا كنت تنجح ستحمي النجاح دائما فأنا كنقول أن الشركة ليست صعيبة خصوص غير يكون الطموح والإصرار أنا كان عندي إصرار يعني تقريبا من فش قبل من خلال المجال وانت إصرار أن خصني نأس الشركة حطة فيها الطموح والخبرة التي تنجح وكنت قلت إن شاء الله ستنجح ومستحيل يعني كنقول دائما يعني لا يوجد لا لدي شيء تطلب لله خصوص لأنني تعلمت بزال الحوايج غير هو كان لدي دائما أقول أن وخير واجهوك صعوبات أو لها دائما تنجح وتشوف رأسك أنك ستنجح وخير تقول هذا التعب لكي تصل لحاجة مزيئة نعم من هذه الكلمة لأننا سأعود إلى سيمون صيف أنت كمقاولة سيمون صيف وفلصنا مواكب ومرافق مقاولاتي ربما السائل التي نوجه بها رأسنا لديها أثار كبير على قوة الجذب التي تكون لدينا نفعياتنا اليومية يعني أحيانا منك لا أستطيع لا أستطيع لا أستطيع لا أستطيع تلقي جميع القيود في درجة الدنيا والدين أحب محطوطين قدامي بضضل وإذا كان لديك بزيتيف ربما تغير الصورة ما تقول لكي تلقى تجربة لك أنا التي تقول أستاذ سوكين ودائما أخطر حاجة لاليوم إنسان تدير على الشب مغربي هو البلوكاج بسيكولوجي لا ينوال وهو يبقي بلوكي أنا مثلا لا أستطيع أخطر 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 وليس أخطر أخطر ويبقي ويغطص فإنسان يجب ويجب تلقي هنا أقول أخطر أن الإنسان لا يستطيع شركة ومشروع يجب على شخصيته يجب على شخصية يحيد بلوكاج كي قلت في واحد الفيديو واخدأت واحد الإقبال هو الناس اليوم خصك ما تعممش ولا بدا واحد فينا اليوم واحد في الشباب وراء يمكن ربما هذه تسنتولية نحن نعرف ندير شي نحن في ميتي ويجب ما يكون نحن في ميتي وهذا كلمتي سنخدم ه أخطر سيكون رتيبات واحد الحب بيني واحد الحاجة التي ستجعلني نخلق منها واحد شركة والتي ستكون إن شاء الله المستقبل وندخل منه المستقبل ونكون مستقلا ذاتيا وفينانسيار لا أخش يكون بلوكاج أبدا وأنا تنصح بالشباب اليوم لأن نحن نحن بلوكاج وليس لا نحن كوتش الذين يخدم لك لدي الناس الناس لأن الذي يقتل الانسان هو الانسان هذا من هنا لم تتغيير وهناك يجب أن نتعطي ونحقيق الحلم ليس أنه حلم لا نحق شركة وهناك إنه صعبة بإنسان تحققه وتكون الفتحار للساتسفاكسين إتماما إماما من هنا سأرجح لذلك نقطة مهمة معك للأرجاء ما هي الصعوبات؟ لأنه بقع الناس يقول لك أنا بغيت ندير الشركة وهي عندي الفكرة ومين هنجيب لها فلوسها واشن شو ما كتحلموا وانا نقيت البنكر اللي غادي ليتسهيلات وكذا 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 وإلا ما قدش نخلص طريطة إلا ما نجحتش إلا كان شي مشكل وإيه الحلم كبير وإلا كرام يمكنش نبدأ كيفاش غندير عطوني الطريقة عطوني تويو منسبة ليك للراجعة أنت لقا من تجربة ديالك كيفاش كانت البداية تانا كنظن بأنه ما بديتيش واحد لصوم لي مهمة في اللول ملي فكرتي في المشروع أنا بدي سفالي يعني كبداية يعني تقريبا يعني أنا كشخص ما كان بغيش نبدأ مشروع ونبدأ يعني بناخد قرض أولى باش من حط شراسي بذلك التقط اللي هو ديال واش غينجيح واش ما غينجيح شنو المشاكل يعني مجرد أنا نفكر أنني واخد قرض وخاصني نخلصه من ذلك المشروع هذا كافي أنه يخليني فهمتي يعني تقني واحدة قاسي لديها شوية بشوية يعني أنا مثلا كشخصية مثلا أنا كنت مساعدة للزوج جالي يعني خديثني عنده خبرات كثيرة يعني تخليني نشوف أن مثلا تأسيس الشركة تنشي بضرورة لخصتك أموال كبيرة أو لخصتك لمشي هو هذا المهم المهم هو أن تكون لديها يعني كأن الفكرة اللي ستكون ناجحة هذه مهمة ضروري بشوية راس المال لأنني لم يمكشل يعني بشوية الشركة خصتك ضروري بشوية راس المال بشوية الشركة تستوقف على رجلها ولكن لي كنقول مثلا ناس كيسمعون شركات يقولون لا رأي كان شي راس مال كبير وكان فهمسي شي دعم كبير غير تكون عندك الفكرة ويكون ذلك الإصرار يعني أنا مثلا كشخصية يعني بديت مثلا بديت أما هنقول لك مثلا بديت واحدة الأموال كبيرة بزروري بشوية مثلا مثلا بشوية بشوية كننمي في ذلك ما هنقول لك مثلا أنا حطت واحدة درس المال وكننمي فيه يعني بشوية بكرة ديال لوكال بشوية ديال لا جسشون أونلاين كيفاشغالي تربطي مع مع الناس اللي خارج يعني المغرب اللي فخانشيز مثلا اللي كتتعملي معهم بديتي بهاد الخطوات يعني ما توسعتيش بزروري أنا أنا بديت بالي مثلا بحكم أنت الزوجي اللي توافلات في المي هنا سوادي التجارة والاستيراد فهو ديجا اللي كنتوري و ديجا الخدماتي عنده مي أنا مثلا ما نأخذ لي أنا كنتوري على قدي ما نرى مثلا شيء كثير اللي سنحل فيها في الأول كنت نأخذ شوية بشوية وخد سمعي شوية يعني ما نرى يعني كانت الانتروني اللي كنت نأخذ ولكن اللي كنت نقول كما مثلا نصل أنا ندير اسم ديالي في السوق يعني في ضرف واجيز ونبيع وسط الأسواق يعني للناس الجملة وهذا يعني كان خاص ضروري يكون عندك اللي كي شوف كان جيدا يعني مقارنة بهذا غير ولكن لكي نصل مثلا لما هذه الضلصة اللي كنت ندابة يعني مثلا كنت نأخذ كنتوري بزدات المصانية كبيرة يعني وكان نفسي مع مركات أخرى فهذا يعني ما يجيش غاها هكذا يجيب خبرة وفي نفس الوقت إجتهد يعني نجتهد ماذا نقول لك ماذا نقول لك مثلا اللوكال مهم اللوكال قد نقول لك مثلا أنا أصرف هذا حاليا في اللوكال كثير من اللوكال حتى اللوكال كان اللوكال يعني كبير مصاريخ في اللوكال كثير من اللوكال لأن لكي نجح لك اللوكال سأخذوا خافاء يكونوا معك يكونوا في كل شركة فأنا نقول مثلا لم يكن لديه مثلا المصاريخ يجب إجراء ومتدفع ومتدفع وبدأ ومتدفع مثلا لا يكون الناس قدرين توفر لهم ذلك راس مال بشبيز ولكن يبدأ وغير مثلا من الإنستغرام ويوتيوب ومتدفع 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 لكن في الحالة لكي نكون صريحة لأن دخلت راس مال كان راس مال ولكن ومتدفع ومتدفع خطوة درجة بدرجة يتلع لا مستحيل مثلا ممكن أي واحد يكون لديه راس مال كبير ويكون لديه شركة ومتدفع ومتدفع شاركة ومتدفع ومتدفع أي مال كبير تحرك ومتدفع وكيف تفعل شركة تفعل شركة لا تقوم بشيء سهلا يجب أن تجتهد ومتدفع لديك ومتدفع ومتدفع راس مال أعطي يجب أن تضعف ويجب أن يفعل يجب أن تصل لديه ويطنس يجب أن تصل إلى مراتي وخصصاً كما يقولون يعني إذا ما ندخله يكون هو بغي يتطور يعني هو بغي يوصل لك الحلم لأنه إذا لم يكن يفكر فيه مادياً غير هو بغي غير يدخل واحد المدخول يكون عنده لا يكون هذا الناجح حقيقة خاصة كنت تكون عندك هذا الحلم أنك أسست شركة وتعبت عليها ووصلتها وقدرت اسميتك مع اسمها كبار هذه هي أدوة أهم يعني أدوة أهم فأنا نقول للأشخاص الذين يريدون يعني يبدوه مالذي يخصكم أموال كثيرة أو مثلاً تأخذوا قروض كبيرة التي ستتعرفكم لا يعني في الأول يقدرون الإنترنت يعني ومعنى يبقى الناس يعرفونك ومعنى يقومون بغي يقومون بغي يقومون بغي لكن أنا أصبحت لأنني أصبحت جملة بغي ليس موهم لأن الناس الذين يتعرفون أو الشركات الذين يتعرفون يتعرفون أنه مالذي يكون لغي ويكون عندك المقر ديك سيمون سيف بالكاسكات المرافق يمكن أن أعتبروها من العبر المتداولة عالمياً هو أنه عمر الأجير يمكن أن يصبح غني كيف يقولون يعني السلير دي ما كيكون محدود الاحتياجات اليومية للإنسان على قدم مصور على قدم ما كيختار كي تكون محدودة المقاولة روح المقاولة أولا المقاولة فيها لغيسك كي داري هذه عندك فاتفاصيل كثيرة لأنك تبقى لا أعلم عندك إمكانية يدير أنك تربح كثير من الحدود وعندك إمكانية يدير أنك تخسر كثير من الحدود ولكنك يكون عندك القدرة على أنك يعني كما تقوله تطور من نفسك كي البعض يبدأ يقول لك لا نقليني صلاغي مرتاح مع راتتي عندي صلاغي يدخل عندي أمور مستقرية وكي يقول لا أنا قد نخلق رح المقاولة وبغيت نكون مستقر في حياتي وبغيت نكون مرتاح أكثر في حياتي وغادي نمشي فضل إطار لأنه بشركة قد نأسس جوجو 3 و 4 وكي يقول أنا صلاري ونجعل شيئا أكثر من مشكلة ماذا رأيك؟ نعم بعد الأسئلة في سؤال نعم خذ راحتك الله أحذرك أنا جوجوان رجاء تبارك الله عليها بهذا الشيء اللي دارت غير اللي بغيت نضيف عليها واحد النقطة اللي هي أساسية أنت تعرفيني أنا المقاولة سهلة سهلة وصعبة ولكن قبل ما الإنسان يبدأ في أي حاجة ندو أفوغ لي خصنا الكفاءات خصنا نقراه خصنا نقراه لماذا أنا اليوم سنقرره نقرره ديجيتال كيف قلت لله رجاء فيسبوك بوقف بعض الناس بحاجة أنا هذا شيء رأي الله عليك أن تعلمني أنا لماذا نقرره ديجيتال كيف سنقرره أيها أنا عندي سلعة وكيف سنخرجها ما هو البوست؟ ما هو جوجل أدسنس؟ ما هو فيسبوك؟ كيف سنبع سلعته في انستغرام؟ ماذا تبعتيني؟ هو هذيك وحدة اللي ما فهمتش في سلالية جوجل أج أدسنس أنا يا الله تعلمتها ديجيتال وليد اللي كي دوي معايا نقول لي جوجل أدسنس سلعتني سلعتني خليتين نقول لي هذيك في جوجل أدسنس أنا ما كينوان هذي كانت فارقانتزة ثم تنيني لنكي فرماتي أي واحد لتبيع سيكون عندك واحد لتكنيك دهاند هنا خارجة شي شوية لذلك الأسكيلات ضروري 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 ولو غير إن بتيت فرماتي وليس نهييها الشركة ردوتي على الله رجاء تفاش غدي تجيري هات الشركة رسيبة رعندك لديك 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 هات الشركة هاتي لماذا تدريها تتكلم هذا كانت غير انتخطة السؤال الآن السؤال السلاري كنت أقول السلاري 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 كيف تقول بصحة لا السلاري ستكون السلاري لا يرى الأفق لا يرى فوق لا يرى بعيد هذا يجب يعمل على رأسه لأنه اليوم سيكون المقاول المقاول المشي هو المستثمر لتحطي المال لتحطي المشروع سيكون المضاف حتى هو سيكون المضاف لأنه اليوم دخلت بأحد نعطي جديد أحد غير سيكون المخطار من المشي ثم لا يمكن هذا يمنح وهو هذا الذي يخرج من الوظيفة تدير هذه خطوة زوينة بزاف وكتدير نوبة واحدة في الحياة أنا تنصح الإنساني فقالت لأحسن حاجة تقدر تدير في حياتك هي تشريتك الحرية ديالك وانت تحكم فاكي في موغيتي نحن 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 فوقها عن طريق المؤهداف ذكر السفر نحن 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 كتب enzial They want more 투 persönها ٢١٥٦٤١٢٨ ni做 thumbs up & Motion ما نصبح، هذا لا يمزعنا للخطي وإنه يخطأ، يخطأ، يمزعنا الفلوس يقول أن الفلوس تكون أكثر، ولكننا سنكتسبنا جريبة لا يوجد مشكلة، وخبرة في المال قليلة نكتسبنا جريبة ونقوم بإمكاننا نزيد ونزيد لأنه يقوم بكثير ونحن لا نتواجه بشأن الحياة انتخبقنا عليها ، هذه اللي نسميها أنها البضرة انتخبقنا عليها سميلا لجناء انتخبقنا عليها وهذا الشيء الذي يبدأ من البكالورياء ليس لكي يسالي الخدمة ويقوم بثلاثين عام وعادي يبدأ هذا الشيء يجب أن نخشيه هالوريدات والله العظيم بسه يجب أن نخشيه هالوريدات لماذا كانت تقول لكي تلاثين عام لماذا لا تفقد فينا الآمات لا لا تفقد فينا الآمات لأن الإنسان حتى يكون ترى له مشكل أو لما يقلق معه ومع المشغيل دياله وعنده أزمة عادي يبدأ يفكر وهذا الشيء يجب أن يأخذها ولكن هذا الشباب اليوم من البكالورية يكون واحد الموضل ديال لغين انترابنة خاصة يتعلم وخير ديزاتوليين شنه هي الشركة واليوم الحالي يتعلم برامج يتعلم بزاف ديراتي لتي يوريو شخصيا إجو رجوان مدام راجاء الإنسان يزعم ما خاصر والو ما خاصر والو رائعي فلوس ولو بالقليل غير دوق هذك هذك النتيجة ديال في الأخر نتيجة جزوينة نعم أنا سأذهب بمبدأ تجريبة للراجعة هي الحياة عبر عن تجارب يعني من لي كنت نزد ونحن نجرب حتى نرجع لمكاننا الصحيح فبتالي هذه التجارب تجريبة 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 مرة الوحيد يتطح مرة الوحيد يفق وهكذا يتعلم في المجال المقاوالاتي أكيد أنه يقعوا إشكالات يقعوا عراقل يقعوا مشاكل يقعوا مجوعة كما نقول لا أريد أن نتغلب عليها ما هي نفعتك أنت لقى من تجريبة أنت لقى من تجريبة أنا مثلا كان أقولها دائما يعني الخوف بزر الناس الخوف يقع لهم بلصهم يقدروا يتطور في الله أخرى ولكن يبقى بلصهم أنا مثلا نقدروا أقول لك قبل قام هنا قام هنا بقى قام مبدأ الخوف تماما لا يوجد أي مشروع لا يريد أي مشروع إصرار من الداخل لا نخاف يعني نكون جريئة لأن كما يقول أستاذ هم في النهاية فلوس يعني وخانت تكون 4 يوم تهم رأي وكل لا يكفي أن تخذي تجريبة يعني يكفي أن تأخذ تجريبة خذ تجريبة لماذا أتخاف يعني في النهاية ما الذي سيقع هو يعني بالعكس أنت ممكن تبشي بالله سبعاد إلى حالة الخوف وكنت تجاري لأن التجارة أو المقاولات أو الشركة يجب أن يجب أن تجربة لا يجب أن تخوف وشيء ثاني مثلا أنا لم أفضل كنت مع الناس كثير مثلا يخاف من الشركة يقول يجب أن يعطينا استشارتك يجب أن يجب أن نأخذ كذا وكذا ولكن إلى حالة ما لا تباعش وكيف نردو وكيف كيف فكيف حاجة وكيف تجربة وكيف تجربة وكيف لم أرى أنهم لا أريد أنهم لن أرى وكيف يجب أن وإذا يتطور ويصل إلى وإذا يبدأ من حاجة قليلة ووصل في وقت واجيز لأن هم يخاف من البداية ويقول إن شاء الله سنطرق ولكن هؤلاء يفكر وإذا يفكر الحسادات أو خسرت وإذا أفكر الخسارات سنطرق سنطرق وإذا سنجد وإذا سنطرق وإذا أخاف وإذا أخاف يضم طموح إذا أن لا يجب العراق الضروري من لا سهل لأن تجربة هذه تجربة الصعب والسهل تتصل لأن لا سنطرق 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 وإذا سنطرق سنطرق وإذا سنطرق لأن شخصيتك تغير لماذا تدخل شركة أو تكون مقاولة تغير شخصيتك تقول أي حيث تعرف كيف تخرج من المجال تكون متاعب كبير يقول كيف تعرف عيش يعني يقول كثيرا أنا مثلا لدي صديقة مقربة يعني كيف تكملي هذا شيء صعيب هذا شيء صعيب كنقولهم كثيرا 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 مبدأ البركة في التجارة حضر لأنه أحيانا كيف 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 كثيرا العود الناس كيرجعوا المبدأ النبوي يقول التجارة هي من بيع البركة يعني كيف تلمسي هذه المسألة ميقصة كيتوكل الله وكيمشي في واحد الاتجاه ومشروع معين وليأكيد أنه فيه مشاكل وليكي تنسى الوقت ما يبقاش بلاش رسول الله عليه السلام يعني قال قال لتسع عشر رزق كينا اختجارة فطالما هذه القضية كينا فعلا ما شاء الله أنا من صغري عندي ذلك الفكر الحر يعني كان بغير الخدمة حرة كان عندي هذا الفكر من صغري كي نقول أنا بغير نكون حرة يعني يعني تكون شيئا حاجة فيها رأسي في نفس نقص يعني قراراتي لا يكون شيئا حاجة يعطيهم لي وكان لدي شيئا حاجة بغيرها فدائما كي نقول يعني أنا صرحة يعني فيها بركة إذا كنت ألا كنت واحد يعني معقول وكل شيئا حياتك يعني يعني ستكون بغيرها علااءة esso لا أكد ألا تكون تكون ألا تشوجي تدعي لأن لم تكن فيعل لأن تكون t Marsh في المجمل ففعلاً هذه القضية كانت لست محسنين أغامشي عند السم ونصف مثلاً نتواصل بها مع الشباب جاءت الفكرة بسبب الوحد الشاب يالله بادي أو الوحد الشاب يالله بادي خاصة في الظروف الحالية نحن عارفين بأنه ربما كان عدد الناس اللي فقدوا العمل يالهم الناس اللي يالله تخرجوا وكيف يفكروا في مستقبلهم ولكن كي نوعاً ما بوادر واحد الأزمة لأنه هذا الشي اللي عشناه مع كوفيد ما كانش سهل ولكن شي ما كيعنيش أنه غد يسدوا البيبان وغد نصروا بعيد دينا ربما المباظرة دي المقاويل الداتي حلات واحد الباب لأنه فيه واحد نوع دي المواكبة دي المرشيدين واحد الإطار دي الشي غالي هو حر ما فيهش قيود إدارية كثيرة ويمكن الإنسان يبدأ بها إطابة غير طب بالنسبة للشباب ديالنا دابة مثلاً عندي فكرة بغيت نطبقها ما هي الخطوات في نظارك الصحيحة والسليمة اللي خاسنين فكر فيها اللي خاسنين تبعها و اللي خاسنين مشي عليها أولاً بالنسبة قبل ما نرجع للخطوات نحن ندوين بزاف على التجارة واللي اليوم التتبعين سيقولك ما كين شغل التجارة هنا حتى الخدمات السيرفيس سيكون نوعاً من التجارة لأنه ليس كل شيء بحل مدام راجاء ومشي بحل بحالي و بحالك كنعرفو نديرو الوكوميرس كي اللي عندو انسيرفيس فهمتيني؟ السيرفيس اليوم حتى هو راح تيدخل وربما كيدخل كتار من كتار من من تجارة ما عندو الاراس المال الوالو تيبيع غير ذاك لو صاب وغفير ديالو سنعود نرجع للكفاءات اليوم فريلانسر ديالو ديزاين غرافيك تبارك الله ذاك الجن اليوم تيبدعو الإبداع 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 ولكم تايواتي و تيدخلوا بايش شوية ديال الفلوس الفيطة من انك تكون تقدروا تساشروا كينا نوجودو ديسانتر دافيس اسما لسانتر دافيس اسما المواجهة والسيتمار تتفشي عندهم البروغرام كاملين تيقدر الإنسان احنا تندويو على عندو فكرة يقدر يكون يقدر يكون يقدر يكون حرافي يقدر يكون ميهي يقدر يكون تاجير يقدر يكون مدير شاركة بالسانتر بالسانتر يقدروا 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 شخصيا هذا ما تضيع وقتك في تأسيس الشركة ضيع وقتك في كيف سنكبر هذه الشركة كيف سنطورها كيف سنبيع ذلك الخدمات الشركة اليوم تؤسس في 15-20 يوم يكون خارج لك ويكون عندك الشاكية وكتكون شركة بسميتك المهم عندي المهم عندي هو كيف سنطور هذه الشركة اليوم وكيف سنكبرها وكيف سنطور التجربة هذا التجربة هو اللي مهم لأنه نهار الأول كسبة فكرة وهذه الفكرة الحمد لله وانت تنفلها وكتكبرها وكتخرج منها فروع فروع نقول لهذا أنا بستجوه العلوس السؤال تيالك الإنسان بسيق الشركة ستكفه الاساسين وسأل بزتت راكين اليوم في اللي سيته انتغنت النجودي ثم يجعلين سور يوتيوب راكي ديرو يطرق لكي يشتغل ما تساث الشركة ديالك وكيف ستستفن بعد البرامج ديول تأسيس الشركة وأنا قالتها أستاذة رجاء ما ننصحش الشباب اليوم يبدأ ما تدخلش على الكريدي كين كريدي نطلع كين كريدي تهوى جديد يلا أخرج ما عارشوش نقدر نقول اسميته تهوى لكن منتوج لا ما شي منتوج بروغرام تطوير بروغرام تطوير أنا ما تنصحش الإنسان أخدم بدأ بالفكرة ديالك وبنبيع يمكن أن الإنسان تدفلوطا بدل أمور مني يكون قدر حتى تشكوه بارك لأي أنه شعال مما خديتي ما تقشخ الدم على راسك انتا غتيت تقول لتفكر غيت تركتها للبنكة ولما مرتيتش تركتها للبنكة هتبقى لهذه إلى هذه وغتيت تركتها للأكتئاب داكو كيف نقول كيف نقول دائما الشباب في فكرة دياله ينميها ويمشي في ذاك في ذاك المثال سأفعل أنا سأحقق الحلم وشركة رأى سهلة رأى سهلة رأى ربما أستعراجاء في حال ديال الوقت يمكن تأسسنا شركة أنا في 15 يوم تقريبا تقريبا في هذا الوقت يعني ما شو حاجة يعني هي مسألة يعني قد سكت يعني قد سكت تقريبا 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 هو المعنى أنا إلا بغيتيني اليوم نستافدو من هذا نعطيك بعض المراحل لديها تأسيس الشركة وإلا بغيتين نقولهم دا بواحد الخمسة أولا لجون اليوم لين كتكون عندك فكرة وكتبشي تصوب واحد اللوغو تتحط هذه السمية هذه السمية تتحط في لون بيك لون بيك بالنسبة للمدينة الضار بيضاء يمكن إحدى في طريق المطر باش منقول شو المدراسة اللي إحداها نحن نحن 230 تأعطي خمسة الأسماء هذو خمسة الأسماء غذ يعزلوا منهم على الشي يعطي خمسة لأنه تشوفو هذه السمية ولا يوجد تشوفو تشوفو بل دكتور من بعد يومين يقولون هذه السمية الكائنا من بعد من بعد تصوب الستاتيو 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 اللي بريد نقول لك اليوم يكون نغاتي الشهادة السلبية الشهادة هي أول حاجة تتخذ بس تصفيد السمية لا يبقى يأخذ تشي واحد ويلي تخدم عليها نعم من بعد الستاتيو تتصوب الكونت خطبايا الناس اللي كيحلوا شركات كيديروا لدوميسيلياسيو عن المحاسيب أولا تكون كاري واحد محال وتدير فيه لدوميسيلياسيو ومن بعد البطنت التحدي التحدي المحاسيو 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 ولكن عندما تخوينها لا يوجد شيئاً لا يوجد شيئاً كيف تذكر في المقاولة؟ ما الذي يجعلك أن تذهب إلى المقاولة؟ وما هي التخوفات التي كانت لديك كشخص؟ ما هي التجربة التي كانت لديك في ذلك الوقتات؟ تتكلمنا على التجربة شخصية شخصيتي، أنا بدأت الخدمة بعد خير من مدرسة التجارة في الدربيدة خدمت في 2007 في الموبيلية، لذا أعمل في صغير لدي 21 عام كيف تعرف أن أصبح لديك في سنة والده ولم يمكن أن يكون لديك في طالب لذا أعمل في صغير وعمل في صغير قليل لا أم لا أقوله لا يمكن أن يكون كافة تأخذ 13 عام 13 عام لديك في صغير أخرجت من آخر شركة كمدير تجاري مدير تجاري مدير تجاري والشركات والحمد لله حيث أن ندخل لهم ونخرج منهم هذا الشيء في الخضافة سيكبر ويزهر كمدير تطور وقلت على المعارسات لماذا هذا الشيء لا أفعله لماذا نقصني؟ لماذا نقصني؟ لدي أفمي، لدي أدية، لدي أعقلي، الله مالك الحمد سوف نجرب فعلا، سيكون شخصاً لديك في رأس المال ومعمرني أن نساء للأسوكينة هي اليوم التي قمت لدي الميسيون مع اليوم أخرجت الشركة من التليفون كان يقصوني حتى لا أحد يسول فيك منك منك كاتبة، منك مدير منك كل شيء، فيك كل شيء كتبدأ وكتقول بسم الله وتتخدم الفكرة أول 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 تجربة ديالي كانت هي التجارة، ديال موال تنظيف فقد تقول لي كيفاش أنتك مدير مدير تجاري واخير شيء موال تنظيف بحانوت ديال فكرة أولاد والسوائل منها أسست واحدة إنتاجية من بعدها سويلت هذا السابون السابون لا يمكن أن نشريه ونبيعه هذا الماغش كليل لا أعطني لا يمكن أن نشريه لماذا لا يمكن أن نشريه بعيد؟ ونقلب على الرخص ونسوّل وكيفاش وندير ونصيبه لماذا لا؟ والحمد لله أصدقات الله ملك الحمد وخدمته وهذه راه قلتها فلاشين يوتوب ديالي عندي واحد حلقة ضحية النجاح ضحية النجاح لا يمكن أن نشريه لأنه لا تفشيش كثير من منطقة ديالك هذا السلول الذي أعرفه اليوم سوف ينجحه وسوف يدخل الفلوس لا يزربه لا يمكن أن نشريه كل خطوة يمكن أن نشريه يمكن أن نشريه يمكن أن نشريه يمكن أن نشريه سوف يدخل الفلوس بإذن الله يجب شوية بشوية كنت هذا هو المشوار والحمد لله كنت أردت إلى هذه التعليقات وفي التعليقات وفي التعليقات وفي التعليقات ويجب أن نشريه أن نرى شركة أنوية ومن اللوغو حتى وقع بالفاكتور والتي تخرج بها الطنوبيل وتي يشري دار وتي دير لوليدات اللهم لك الحمد هذا هو الافتخار سيتونساتيسفاكشون شخصي لا تنتخلص في هذا الشي وما بغيتش نتخلص في هذا الشي وغير يقول الله يرحم الوالدين ونشوف الشركة أنا مستهرة وربما تتقدر بعد مرة تحلل لوليدات اليوم الناس المقاولين دار شركة وباعها ونشوف الشركة وتعطيها قيمة سواء تدير واحد لها سواء تديرها سواء كبيرها سواء كل شيء والله لك الحمد وإنسان يجرب وهذا آخر يجرب لا يخسر لا يخسر لا يخسر لا يخسر لا يسامح سوف يأتي سوف يأتي سوف يأتي الأسرار من مرائل للنجاح يجب أن يكون أفكار لا يكون خير إن شاء الله إن شاء الله بصراحة نقاش معكم الكثير والتفاصيل لماذا قدروا ولكن للأسف الوقت تمر بسرعة أنا أريد أن أرجع للا رجاء للا رجاء كرسالة مباشرة أو لحتى ناس الذين يعملون في الوظيفة اليوم ولكن يفكر في الموقع ولكن يقول لا يمكن أن نغامر لا يمكن أن ندير إلى غير ذلك بسافة عامة منطلقا من تجربة ما هي الرسالة المباشرة التي توجهها للناس؟ أنا وقفت عنده واحدة كلمة قالها الأستاذ لي معنا ولكن هذه هي تفيد الناس كما قال شابب يأتي أولا قل مثلا في نظري أن قبل أن نهيئهم يريد أن يتجع هذه المقاولة الداتية والشركات أن نهيئهم من هما أطفال لا يمكنهم أن يوصلوا كي يكبروا عادة نبدأ نفكروا في الشركة كي كنت في حالة لكن نبدأ من هما صغر نعطيهم ذلك الروح أنا مثلا عندي أولادي كان أدخلهم معايا كان أدخلهم معايا المصالع يشوفوا كيف كي تصنع كي يشوفوا مثلا الكثير من الحواجب وهم باقي في السنة صغيرة وكم قنهيئهم من دابة لكي لا يمكنهم أن يقولوا سير دير مقاولة سير دير هو داجها كبر وشاف واحد الصعوبات وكيف يعني ربما نخطها كشعبة كشعبة التي يمكن أن الناس من بعد استفد منها في حياتهم اليومية طبيعة الحال وفي حياتهم يعني يعني ليس بالضرورة مثلا ولكن يكون يومية مثلا لو الأمهات أو الأباء يعطوها نحن وليدتهم طاقة إيجابية ليس بالضرورة مثلا كنا نرى أن الغالبية الأمر مثلا يقول مثلا هو يعطيهم ميت مثلا كون كذا كيف يفكر في الحر مثلا أن تكون هذه المقاولات الأغلبية يمشون الوظائف التي نعرفهم أنا مثلا لماذا في هذه الفترة نوعي ولدتنا أو الشباب لطالعين أن يكون لديهم الفكر الحر مثلا أنهم من صغر مثلا مثلا يكون مشروع رجل أعمى في شيء كبير لا نعطيه نعطيه شخص إجابية نعطيه ثقافة يعرف أنه صغير يعرف ما هو المقاولة ومثل يحطف الدماغ وليس مثلا عادنا نعطيه هذه الأفكار أنا ما نقول يعني العلم الصيني ما نعطيه سماكة ولكن نعطيه ما مع أولادنا هذا ما نقول لا نعطيه ونقول هيا هيا أين أنت ورتي يصبح ودرب بهم شركة لا نعلم كيف يكون عرض الفلس يعني يصبح كما قال سيد يعني في نفس الوقت يقول من الحيث لا يسيط لا يمكن فكتر ان تقرأ مكوتينغ أو الأمور وكيف يفعل ذلك حاليا تقدر ذلك حاليا منظرك أو في أي بلسك أنت تقرأهم في الإنترنت يعني أنا مثلا كالفرصة يمكن أن أتنسى بعيدة قليلا للدجيطال بعد فشل جاءت من الصين يعني دخلت في المغرب أول شيء بالإستاندراء يسكن بحث في الإنترنت يعني على الإنستغرام ما هو الإنستغرام يسكن قرأي لي يعني معلموا لي أحد دراسي يعني يسكن قرأي على الإنستغرام قرأت على كيفاش نبان صبحت ديتي ويقرأت على الكثير من الأمور يفعلوني يعني ما تفعلت أنني نشوفش حال من واحدة أعطيني عليهم إليهم يعني بوحدة يسكن قرأ يعني يكفي أنك عندك في الإنترنت إنترنت رأي عالم صغير يعني يقدرون أنه أنا كيبالية دائما إن الإنترنت لا يدخل كيبالية العالم صغيرة عرغم أن العالم كبير لكن كيبالية كي نشوفه في الإنترنت شيء صغير ألا شكرا لأينا كنت نحطه بحث 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 وقرأة وطلقى كل شيء غير هو يكون عندك ذلك الرغبة إلا ما كانتش عندك ذلك الرغبة كثير يجب أن يأس حسرها لي أسكر للوحيد للوحيد تستطيع أن تبدأ في الوحيد والبغي 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 عندما تبدأ تلقى رغبة كثير من الوحيد رأيك كيف توقع يقول كثير من الوحيد أن أعرض الله لا أستطيع أن تشارك لا يجب أن يكون ذلك الإسرار يعني الإسرار والوحيد يعرف أن الطموح والحلم الذي يصلي يرى هذا يجب أن يكون لديه شكال أنك تصل وفي الوحيد أن تقرر الأولاد نفس الزيطة التي نشيت منهم ستقررهم وتقررهم وتقررهم الولادك وتقررهم الناس الذين يعطون القراربين لك يعني تعطيل في مجالسي يعني تعطيل الفكرة لديك الناس وفي الانترنت وفي اليوتيوب يعني الناس هكذا تصل لها كيف وصلت إلى الحلوم لأخرى لم يجب أن ترقيت كل شيء سهل رأيت أنت أضربت ثمارة وتعبتي وصهرتي في الوقت كنت كان لعصة سنة الخمسة الصباح كانت أصهران تلك الخمسة الصباح كانت أصهران تلك المسائل التقريبية حتى تلك الخصوص عن الديجيطال يجب أن تتابعين ما هو جديد؟ هل أنت تتطور في شكل سريع؟ يعني إنسان خاصة ديما يكون عارف الجديد؟ الجديد وفي الانترنت يمكن أن يتعلم الديجيطال يقول لنا بحلقة سبطوك يعني لي كمشي الديجيطال رأس بق رأس بق فالشباب عندهم دابة بزرد الأمور يعني سهلة على الوقت الذي كان زمان سهلة يعني سهلة عندك أنك غير خاصة تكون عندك ذلك الإسرام وتطمح وأكون طموحي يعني إلي ما كانوا طموح يعني حتى لا يمكن أن تتجد أنا كدوة عندي معي شباب خدائي معي كنت قلت لهم لا يمكن أن أردت أن أكون ضرع فيكم طموح كنت قلت لكم تتطموحين ولكن أنا قلت لكم أن أخذكم طموحين ولكن من ذلك لا تريد أن أطمحوا ويعني تفكروا تفكروا الطصالة الذي يتأخذ لا تريد أن تزيزوا الطموح يعني هذا فكرة ليس كذلك أنا اللي عليواني يدرنته ولكن مثلاً كنت تبقى لفصر لا سكت لن تكون صالح لا تتمح لأكثر لا تريد صالح لا تريد أن تتطور الفكر و تزيد القدام و أنت تطور الأمر و أنت تطور الأمر و أنت تتطور الأمر هذا هو الأمر يمكنني أن أريد أن أكون أحسن لأنه يجب أن تحرك لكن في كل ما تحرك تحرك ترزاق و أنت تحرك لا تضيع وقتك في شيء خوية نحن ندخل إلى الإنترنت و نقلب على شيء إيجابي و نجعله سيلبي يعني نقلب على الإيجابي لا تضيع وقت نرى الحاجة التي تعلمت هم الصينيين أن الوقت لا تضيعوش لأن هذا الوقت لا يظهر كلما يضع لك الوقت يضع لك الوقت في شبارك مثلاً ضروري أن هذا الوقت لا تضيعوش في تفهد الإنترنت عامر بالزبط ينحوز مزيانين إيجابيين لا تضيعوش فيهم و نتعلموا منهم العجب مثلاً يعني لا تضيعوش الجامعات أو لا إذا ما توفقتيش قاعدوش لا تضيعوش في الوقت لا تساعدتك شخص لا تساعدتك شخص تقدر من الإنترنت عندك كل شيء سهل سهل أنك تقرأ وتتوعي نفسك ولكن بشرط في الفكر ديك باقي هكذاك لا تساعدتك شخص لا تساعدتك شخص سيمونسف ختماً أنا متأكدب اللي كيني الناس اللي غيقول لك وانتو مغي هدران ديك تقولوها اللي صافي الناس جربات ووصلات وكرة كان عند السناد وزافة هل تساعدتك شخص ولكن بشكل صحيح هل تساعدتك شخص هل تساعدتك شخص ومدرسة ما هي الرسالة المباشرة لديك سيمونسف سأفتح هل ترى هذه الرسالة سأرى شخص الشباب سأرى شخص سنحاول لنحاول أن نشاريه وماذا دراسهم وماذا دراسهم؟ سأرى الخير جاي سأرى هذه الرسالة سأرى إن شاء الله بإذن الله سيحل الأبواب ديالهم سيحل الأبواب ديالهم سيحل الأبواب ديالهم سأرى هذه المقاويل المسكين لليوم حيث لأنه وجوش شركة صغار ما بين ثلاثة سدوا أكوز دي كوفيد أنا أتمنى أن تكون عندكم الليونة ستكون فليكسيب ستكون تقدير اليوم هذا السيربيس هذا ولا هذا الخدمة هذه دور بتضل تقريبا لا تجد لأيك بالناسبة لأبواب تتكون لتأكوز قد تتكتر باكسيفي وماذا؟ إذا تجدوا لا يمكن أن يكون الخدمة هناك خدمة هناك نوضي يخرج لأن الزنقار سيبق ما سيضع لا يمكن أن يدير لا يستخيل بيسه سأرى أن يكون لا يتحدث لا يتحدث في حاليا في الانتغنية هذا النوبيل وهذا الشوية الساعة ودورباية ورغي يجيب الله تيسير خليها مجد الربح ديالك رغي يجيب كيقلت في واحد الفيديو سهلة تجيب اليوم 200 درهم ولا 300 درهم في النهار درباح تخيفة سيل وما يخدم عليها ثلاثة ساعة ولا أربعة ساعة هي الصبح والأشياء غيرتك دونك هذه رسالة ديالي الشباب الله يخليكم وجدوا رأسكم هذا وقت تغيير ويوجدوا رأسهم باش ان شاء الله بإذن الله راه غادي تحلوا البيبان ديال الخير والشركات غادي حلوا لذلك وإحنا خصا نكونوا يد في اليد ومنبقوش نطيحوا في بعضياتنا اللي نشوفوه وصنقا نقول لي انت وصلت ولا مع شركة راه ذاك مسكين باش وصل لشركة راه شف السيرات المساقين عاد نتقول لي شركة تريكم كانت صعيبة الله يحسن في عونه مسكين الله يحسن في عونه وتبارك الله علي والله يزيدو وكنش تشكرك للأسوكين على استضافة ديالك وعلى البرنامج ديالك وعلى درافات ديالك والله يخدم لعك تجيبنا وإحنا وتشكرك للأراجل وكو بكو د McS بالتوفيق بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله في المصار ديالك في الحياة تجارية ديالك. تبارك الله لك. شكرا جزيلا لك. كان بغي نشكر للا رجاء عزمي سيدة أعمال المغربية اللي تقصص معنات جريبة دلال للأخبتك. وإن شاء الله نطلقى فرصة قريبة لإدني للا رجاء. الله كبر بيك. بارك الله فيك. أيضا كان بغي نشكر سيمن سب بن جلون ومرافق مقاولتي ومقاول. شكرا جزيلا لك على قاعد لمساج زويني لدوسي معنا للأخبتك. شكرا لك. إن شاء الله. ختابا مشاهدين الكرام. العيش بدون هدف يمكننا اعتبروه بمثابة موت. شرطنا في الحياة هو أنه نبقوا دائما على صراط متدبدب لأنه ما يمكنش إلى استقمات الحياة فهي نهاية. ما يمكنش أنه نجحوا وما نفشلوش. ضروري من مرة طلعوا ومرة نزلوا وهي غادة. ولكن الإسرار روح مبادرة واتقى في النفس والإسرار على النجاح وشحن الدات بالطاقة الإيجابية وبالرسائل الإيجابية أكيد أنه نتيجة ديالها في الختام كتكون نجاح ويمكن يفوق توقعات ديالك. غير توكل على الله. دير في الدك وفي بالك وفي عقلك وفي الناس اللي ضايرين بيك باللي أنت غير تقدم باش مما أعطى الله. أحيانا كان صدفو ناس اللي كتكون عندهم من روح الإيجابية ما يكفي للعالم كامل بحيث أنهم اللي كيفيق الصباح كيبدأ بتتوكل على الله وكيقول لك باش مما كان غدينجيبها من فم السبع وكاني الناس يخلقوا تجارات عبر الأنترنت يبيعوا الشراء وغيرها من واجه من صفحة من تواصل مع الناس من ريزو ديالصحاب والحباب وبدأك يتوسع بشوية بشوية غير توكل على الله وبدأ يمكن فكرة بسيطة يمكن برسمة الأبسط وأحيانا يمكن تخدمة ولا حرفة في ديك تقدر توصل غير ما تبقاش مربعي ديك وكادتنا الحل يزل عليك من السماء انت بادر انت فكر انتقلب على رأسك وكون على يقين بأنه كل الإنسان عزمة إلا والله سبحانه وتعالى وغير ساعد وحتى في المجمع سوفنا العمية شنو سنقوله سنقوله سبب عبدي وننعينك يعني أن الله سبحانه وتعالى يشجعنا على أنه نحاول أن ترزق الله ورفي غير عود كنتم نتعفيق للجميع وكنشكركم وأكيد أنه وعدنا متى جديد بإذننا في الإخراج وتحية كبيرة لكم سبحوه على الآخر وسبوع الجاي وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر